نسيب فرقة الكرة ونروح للألعاب الأخرى اللي برضو احنا لسه في احتفالات فيها على مدار الإسبوع ده هنجمع لكم بقى كل اللي حصل في النادي الأهلي على مدار الإسبوع كان مجلس إدارة النادي الأهلي برياسة كابتن محمود الخطيب بيحتفي وبيحتفل بكل الفرق الرياضية تقريباً اهو معانا هو على الشاشة الإسبوع الحالي تم تكريم وحرص كابتن محمود الخطيب على التواجد في أغلب التكريمات دي الفريق الأول مثلا لكرة اليد ده زي ما حدرتكم شايفين بالجهاز الفني بالجهاز الإداري بالجهاز الطبي اتكرم تقديداً لما حققوا من نجاحات خلال الموسم اللي فات بعد الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي والتتويج بالدوري والتأهل إلى كأس العالم للأندية السوبر جلوب طبعاً زي ما حدرتكم شايفين خلصنا احتفالات كرة اليد رجال رحنا لكرة اليد سيدات تكريم لعبات الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات كمان وجهازهم الفني وكرة اليد سيدات وكرة السلة وكل تقريبا الفرق اتكرمت الجهاز الفني كمان والإداري والطبي اتكرم لما حققوا الفريق الأول خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولة الدوري والسوبر المصري وكأس مصر كمان حرص على الاجتماع بلعبات الفريق الأول لكرة السلة سيدات والجهاز الفني والإداري والطبي لتكريم الفريق بعد حصولهم خلال الموسم المنقضي على بطولة منطقة القاهرة وكأس السوبر المصري وكأس مصر وبطولة الدوري السوبر خدوا كل البطولات اللي شاركوا فيها ودرع العام للبطولة السلة يعني كي طبعا خدوا كل البطولات والدرع العام ده اللي هو بيتخذ كل البطولات وكمان حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم الفريق الأول لكرة اليد سيدات زي ما حضرتكم شايفين معنا بعد نجاحهم اللي حققه خلال الموسم الماضي والفوز بطولة الدوري والكاس وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الأفريقية دايما كابتن محمود الخطيب لما بيتكلم مع الفرق الرضية بيكون كلامه نابع من تقاليد النادي الأهلي إن المسئولات كبيرة جدا لما بتحقق بطولات فأنت مطالب تحافظ عليها وتجيب بطولات أكتر وإن شاء الله الموسم اللي جاي يكون حافل بالبطولات زي الموسم ده أنا عايز أشكر كمان كابتن خالد العاضي اللي الحقيقة عامل إنجاز كبير جدا في ألعاب الصلاة عموما والألعاب الفردية والجماعية في النادي الأهلي عموما الراجل الحقيقة عامل إنجاز كبير قوي ما فيش فرقة ما حققتش بطولات كتير صراحة يعني سواء في الألعاب الجماعية وحتى كمان في الألعاب الفردية الموضوع إن الناس دي اشتغلت بجد ووقفت على كل نقاط القوة والضعف في الفرق الرياضية كلها عشان تطلع بأحسن نتيجة السنة دي يعني زي ما إحنا شايفين كده فريق اليد سيدات أهو الناس كلها اشتغلت على إنها تاخد كل البطولات اللي دخلتها حتى برونزية كأس الكقوس دي مش بطولة سهلة بالمناسبة يعني إحنا الفرق دي تقريبا فرقة اليد سيدات ومنتخب اليد سيدات ما كانش لي وجود أفريقي في الفترة اللي فاتت ولكن النادي الأهلي اللي رجع ده النادي الأهلي للسنة التانية على التوالي بيشارك في البطولة دي وبيحصل على برونزية وده مش سهل بالمناسبة يعني بالنسبة لسيدات اليد فكل البطولات اللي خدها النادي الأهلي دي وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده ده نابع ونتاج شغل الناس دي اشتغلت بجد النشاط الرياضي في النادي الاهلي كان ليه دور كبير جدا اختيار المدربين وجود المدربين اجارب كتير الفترة دي ده لان انت عايز تحافظ انت رقب واحد في كل البطولات اللي بتخشها في كل الالعاب وده شخصية واسلوب النادي الاهلي في الادارة انا اه ممكن يحصل دروب فترة من الفترات لكن ارجع اكل قدامي كله زي ما حصل في فرقة الفولي مثلا رجال خسر موسم رجعوا لسنة دي كل البطولات اللي دخلوها اخدوها الاسلوب اللي هو انا ببقى عايز اخد اكتر حاجة ممكنة وكل البطولات اللي هشارك فيها عشان اصالح الناس مش عشان انا اخدت كل البطولات لا لا ده هو حاسس بالموسم اللي فات ويحافظ على ده دي شخصية البطل دي اسلوب النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي اللي مش هتدهر ابدا يعني